تتويجاً لعهود ممتدة من العطاء والولاء تحتفل مملكة البحرين بذكرى مرور مئة عام من تاريخ شرطة البحرين والتي ظلت خلالها على الوعد والعهد مواصلة بذلك مسيرة الإنجازات والتضحيات من أجل حفظ أمن الوطن وحماية المكتسبات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه التفاصيل في التقرير التالي يوم وطني خالص بين طياته تتجسد معاني الوفاء والإخلاص والتضحية والقوة والدفاع عن الوطن يوم وضعت فيه اللبنة الأساسية التي قامت عليها شرطة البحرين فقد تأست في عام 1919 بأمر من صاحب العظمة المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه حاكم البحرين هذه المحطات التاريخية لشرطة البحرين تسارعت لتسهم بذلك في تحقيق السلامة العامة لجميع من يضع قدمه على أرض المملكة القالية حيث ظلت على امتداد مئة عام من تأسيسها على مسافة قريبة من المواطنين والمقيمين ملتزمة بعهد من الولاء والانتماء للوطن هذه الجهود يشهد لها التاريخ بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من أن تضرب بيد من حديد أو كار الإرهاب والتطرف وأن تحبط المساعي الشريرة للجماعات الإرهابية التي سعت إلى إرباك الوضع الأمني في البلاد ومواكبة لروح العصر الحديث قامت الشرطة البحرينية باستخدام التقنيات والنظم الحديثة التي تساعد على توفير الجهد والوقت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وانتهجت سياسة التطوير والتحديث بكافة إداراتها والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء كما استطاعت تحقيق النتائج المتميزة تماشيا مع أهداف التنمية المستدمة 2030 ولتجسيد الرؤية الملكية السامية دشنت وزارة الداخلية الخطة الوطنية بحدف ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز قيم الولاء والانتماء حيث قامت شرطة البحرين ممثلة بجميع إداراتها ببذل جهود كبيرة في سبيل تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية في إطار العمل المستمر على حفظ الأمن وتأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين بما يعكز قدرات الأجهزة الأمنية في تأمين المنشآت والمرافق الحيوية وحمايتها كما كان للمرأة البحرينية دور فاعل باعتبارها شريك أساسي في عملها في الشرطة لما لها من دور فاعل في خدمة الوطن وأبراز صورته الحضارية بفضل ما تمتلكه وزارة الداخلية من كوادر نسائية مدربة وطاقات بشرية هذه المسيرة المباركة سطرتها رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدة القائد الأعلى أيده الله في استشراف آفاق المستقبل التي جعلت مسيرة التحديث والتطوير واقعا ملموسا طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين